السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اللي معنا النهاردة هنآجب عن كل الأسئلة اللي كله بيسألها في كل بيت وفي كل مدرسة وفي كل شارع إجابات قاطعة لكل الأسئلة التعليمية الشائعة أول حاجة هل هناك نية لتعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون؟ الإجابة طبعا لا هل هناك نية لتقديم أو تعديل موعد امتحان نصف السنة؟ قال لك برضو لا الامتحان تبدأ 15 ناير لمدة أسبوعين وبعدها يدخل الطلاب في كل الصفوف أجازة نصف العام طب ماشي هل ستكون امتحانات أولى والتانية سنة وإلكتروني أم ورقي؟ الإجابة بكل تأكيد إلكتروني لكل طالب يستلم جاس تابلت وورقي لباقي الطلاب زي المنازل طب هل هناك أي امتحانات للصفوف من الأول للثالث الابتلائي؟ طبعا لا لأطفال دي كلها مفيش لها امتحانات خالص من كي جوان حتى تلتابتلائي طب هل يتم منع أي طفل عنده 12 لـ 18 سنة عن تركي اللقاح كورونا من المدارسة الامتحانات؟ طبعا لا لأن اللقاح ليس إجباريا لهذه الفئة يبقى اللقاح من 12 لـ 18 سنة هياخدوه لكن ليس إجباري ومش هتمنعت من دخول الامتحانات يعني عندنا بعد كده الأسئلة اللي بعد كده هيكون شكل امتحان أولى والتانية سنة وإزاي؟ نسخة من امتحان تلتة سنة وهي تقيس الفهم أنه هو تجد تعلم واختيار من المتعدد طيب ميلة يحط امتحان نصف السنة بالنسبة الرابعة الإجابة وزارة التعليم قالت خلال بنك الأسئلة وليس له علاقة للمعالمين بها إلا في التصحيح فقط والمدارس هتبقى مختصة بكده طبعا مين هيصح امتحانات أولى والتانية سنوي؟ التصحيح الإلكتروني يا جماعة عن طريق وزارة التربية التعليم تفينية الامتحان تالتة سنة وهو ورقي زي العام الماضي؟ لا امتحانات سنة العامة لكل صفوه إلكتروني حتى اللحظة اللي احنا فيها هل في نية تخفيف مناهج لأي صف دراسي أيا كان بسبب متحورت أميكرون؟ الإجابة طبعا لا هيمتحن الطالب في كل منهج وبالتالي للرابعة تداية تحديدا هيمتحن فيما درسه فقط أما هل ستؤثر أعمال السنة اللي بيحطها المعلمة وضعها المعلمون في رصوب أو أي طالب؟ طبعا لا هيتم الاعتماد أولا وأخيرا عن درجة الطالب في الامتحانات يعني أعمال السنة هي عبارة عن شكلا فقط لغير عشان الناس محدش يعدي لككك لك أو يعدي يقولك ويمسكك مئي لك انتجعك أنا أعمال السنة معي وهسقطك لا مفيش كلام منك ما أهمية إعلان وزارة ترباء التعليم وخرجات التعلم لطلاب الصف الثالث الثانوي؟ الإجابة من يهتم بها يستطيع حل أسئلة المتحانات بشكل بسيط لأنها أقرب ركز كده إلى ملخصات للمنهج بإعلان وزارة ترباء التعليم وخرجات التعلم علشان الطالب يفهم أما هل هناك أي نية لإجراء الامتحانات مجمعة لطلبة صفوف النقل وشهاد العدالية عن أولى والتانية والتالتة يعدالي قالك لا كل مادة هتبقى منفصلة ومنفردة لوحدة هل ستقوم المدارس بتوقيح الأطفال من نفسها؟ طبعا لا يشترط إكرار بوافقة ولي الأمر على توقيح ابنه هل فيك تابة استمارات امتحانات شهاد العدالية والسنوية الفنية مربوطة بالمصروفات؟ الإجابة نعم لن يكتب أي استمارة إلا من دفع المصروفات كاملة بالنسبة للسنوية العامة أو نصفها على الأقل في الشهادة الإعدالية دي كانت إجابات قاطعة لكل أسئلة التعليم كلها على لسان الصحفي المبدع أحمد حافظ هنتمع مع بعض أول بأول لو في أي جديد في الأسئلة دي أو حاجة غيرت هنكون معاكم من خلال برنامجنا يحدث التعليم أو قنواتنا أجيال أندلس وأجيال أندلس تيفيه هسابكم الرابط كل هذا في الفيديو واشترك في القناة وفعل القرص لكل هسألك جميع إشاراتنا أول بأول في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعمنا بلايك